ازايكم حبايبي عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال ايه رأيكم بقى في الجمال اللي قدامكم ده علشان نعمل اكل يكون شكله حال ولازم نخليه كمان طعمه احلى من شكله يالله بينا بقى نعمل مع بعض رز الريزو او رز المشاوي اللي احنا بناكله في المطاعم وبيكون رحته كده في منتهى الجمال وطعمه حلو وبيكون فيه لمعة هقولك على كل الاصرار دي بس نتابع مع بعض الاخر الفيديو نشوف بقى مقادرنا البسيطة اول حاجة معايا لومي ومعايا زيت معايا كبايتين من الرز البسمتي واربع كبايت من المياه السخنة معلقتين كبيرة من الكاري ونص معلقة صغيرة من الكركم ومكعب مرق دجاج وده مهم جدا ومعايا ملح وفلفل اسود وحن نضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من السياسوس وكمان هنحط عليهم بصلاية تكون متوسطة الحجم نكون بشرينها نعم انا حطيت الزيت وكل البهارات معادة الملح والسياسوس مخليها من الآخر خالص الرز بتاعي لازم اكون غسلة كويس جدا ونقعية في مياه تكون سخنة قبل ما اعمله بنص ساعة ودي تركاية تكون مزبوطة معيك علشان الرز ماينشفش بعد ما يستوي هنحمل البهارات وبعد رحيتها ما هتطلع هنحط الرز ونديله كمان تشويحها وبعد كده هننزل عليه بمعلاقة كبيرة من السياسوس وبتدي هنا طعم حلو جدا وبعد كده بقى زبطي الملح بتاعك عايز اقول لي هنا بس معلومة الميا لما تيجد فيها لازم تكون مياه مغلية لان لو حطيتي مياه ساعة هتخلي الرز بتاعك لما هيستوي بعدها بعشر دقايق هينشف جدا وحيكون مش حلوة خالص التسوية بقى بعد ما بيتشرب المياه بتاعته بنهدي عليه نار وبنغطيه بالنسبة للناس اللي مش بتحب نكهة القرفة ممكن ما نضيفش قرفة خالص وبتعتمدي على البهارات اللي انت حطتيها بتكون رحيتها حلوة لو بتحب القرفة حط يعود بقى كده من القرفة بيكون نكهته في منتعل جميل اما بقى عن السر الاخير وهو سر لمعة الرز ازاي الرز بيكون بيلمع اوي وشكله حلو ومش لازق في بعض وهو الزيت الزيت طبعا انا حطيت زيت لو انتوا لاحظتوا في بداية الفيديو ان انا كنت مزودة كمية الزيت علشان الرز بتاعي يطلع حلو وبيلمع ومش لازق في بعض كل حاجة انا قلتها لكم بعد كده قدمنا مع بعض بقى الاكل بشكل حلو ولطيف كده لان طبعا العين بتاكل الاول وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب ان شاء الله حبيت بقى ان انا اقدم الاكل بتاعي بشكل حلو وجديد ما حبيتش ان انا اقدمه في اطباق عادية قلت اقدمه في صانية كبيرة زي ما بيتقدم فيه المغاعم دلوقتي فحطيت كله كده مع بعضه وكمان استخدمت شوية من الشيبسي وشوية من الشيتوس الشكل الاخير كان حلو جدا بتمنى تكونوا استفدتم مني بفيه الفيديو ومع الف سلامة